هذا هو الايباد برو 12.9 انش وهذا هو الايباد برو 11 انش وهذا هو الايباد ناين الجيل التاسع 10.8 انش وهذا هو الايباد ميني اللي راح نتكلم عنه بهذا الفيديو بطريقة مختلفة نوعا ما وبشكل مختصر بعد 3 اشهر من الاستخدام هذا الجهاز راح يكون متوفر عند الشباب في بابل ستور كل التفاصيل اكيد ومعلومات الاتصال راح تكون موجودة اسفل الفيديو السلام عليكم وياكم حمد الحداد اهلا بكم بهذا الفيديو اللي تم تأجيله اكثر من مرة لكن اخيرا احنا هنا وويانا الايباد ميني 6 اللي صار لي 3 اشهر استخدمه بهذا الفيديو ما راح انطيك مراجعة تقليدية وابدي اشرح لك التطور والتصميم اللي صار بالجيل الجديد من الايباد ميني لا بكل الاحوال اذا عاجبك الايباد ميني طوال الفترة اللي راحت اكيد انت صرت ماخذ جرعة قوية من الفيديوهات عن هذا الجهاز من نزل والى حد اليوم لذلك هذا الفيديو مهم للناس اللي ناوية تشتري هذا الجهاز وحائرة راح انطيكم الزبدة اكيد بهذا الفيديو فحاول انه تكمل الفيديو الاخير حتى تاخذ فكرة كاملة ونهائية عن هذا الجهاز وهل هو مناسب اليك او لا مباشرة راح ابدي هذا الفيديو والحديث عن موضوع البصمة في الايباد ميني 6 اللي راح يكون ببصمة من الاعلى تشبه اللي موجودة مع الايباد اير وحقيقة مشكلة البصمة هنا اشوف انه مكانها سيء مو عملي الوصول الها صعب خصوصا اذا حابت استخدم الجهاز بالطول ومزعجة جدا لو انت جاي من ايباد برو عليه فيس اي دي هذه البصمة راح تزعجك هواي لانه مكانها مو منطقي وواضح من هذا التوجه انه ابل حابت تقول انه الفيس اي دي هي تقنية وميزة خاصة بالاجهزة البرو اللي يندفع بيها مبالغ توصل الى الف دولار فما راح نخليها بجهاز سعر 500 دولار مع انه البصمة هنا سريعة من ناحية اللمس وفتح الجهاز وبمعدل استجابة ممتاز لكن باوضاع هواي صراحة اضطريت انه استخدم رمز المرور لفتح الجهاز النقطة الثانية المهمة اللي حاب اذكرها في الايباد ميني 6 بعد فترة من الاستخدام هي ازرار الفوليوم دقم الصوت هنا حقيقة وضعها كوميدي فالازرار هنا تسوي شفتنج اثناء ما تقلب الجهاز من الوضع العمودي الى الوضع الافقي واختصلها عليكم كل الثلاثة شهر اللي راحت فمن اجي اعلي وانص الصوت بالدقم اول دوسة اللي هي تجربة هو هذا اللي يعلي هذا اللي ينصي تصير انت حاير ودماغك مستحيل انه يسوي سيستم يضبط هذا التحول خصوصا من التحول من الوضع العمودي الافقي لذلك طريت غالبا انه اتحكم بالصوت من داخل كنترول سنتر المفروض انه ابل هنا مستخدمة جايروسكوب خاص حسب ما قرأت حتى تخليها الشي ميزة بس انا شايفها عيب كل هذا الشي حتى يفرغون مكان للقلم بالاطار الجانبي والازرار راح ترجع السوي شفتنج مرة ثانية في حال انت قلبت الجهاز بالوضع الافقي المقلوب فرح تحير بدقم الصوت صراحة وما اصور انه اكناس سعيدة بهذه الازرار وطريقة عملها ثالثا نعرف انه ابل مع الايباد ميني 6 قدمت شاشة صغيرة بحجم 8.3 انش LCD بدقة فل HD بلس وبتردد 60 هرتز فقط وهنا يمكن الشي اللي نوعا ما صار عليه اختلاف فاكيد اولا خلونا نتفق انه هذا الشي مرفوض وما مقبول على جهاز سعره بين 500 الى 700 دولار لذلك مو منطقي تطيني 60 هرتز بالوقت اللي تلفون اندرويد سعره 150 دولار عليه 90 و120 هرتز لكن ابل ما تخلي غير 120 هرتز فما عندهم بالقاموس شي اسمه 90 بس ابل تعرف انه الايباد او اس بانميشن مستقر والشاشة حجمها اصغر من الايباد اير لذلك الاحساس ببطء الحركة راح يكون اقل من الايباد اير اللي حجمه اكبر خصوصا اللي جاي من ايفون 12 برو ماكس او ايفون 12 او اقل عليها شاشة 60 هرتز ما راح يلقى مشاكل بالنسبة لاستخدامي بعد الفترة اللي راحت انا تعورت على الجهاز واستخدام الشاشة ام ال 60 هرتز بس هل انا راضي تماما ومرتاح مع هذه الشاشة اطلاقا لا خصوصا من شخص مستخدم الايباد برو وكان يعتمد عليها بشغله بشكل كامل فالسلاسة اكيد من ناحية اللمس وسرعة اللمس راح تفرق طبعا الان موضوع الاداء خلال الثلاثة اشهر اللي راحت فيكفي انه اقول لك هذا الجهاز عليها معالج الايفون 13 برو ماكس اقوى ايفون بالوقت الحالي اللي يملك معالج الاي 15 بايونيك معالج نتائجة قوية على منصات الانتوتو والجيم بينش والبنشمارك ارقام تخليه افضل بالاداء من الايباد اير بنسبة 10% تقريبا واعلى ايضا من اصدارات ثانية مثل الايباد برو اللي نزل قبل سنتين او ثلاثة بالالعاب هذا الجهاز وحش حقيقي هو اداء ايفون بس على حجم شاشة اكبر لعبت حقيقة ساعات وساعات على هذا الجهاز العاب قوية مثل بوب جي موبايل فورمال اون والعاب ثانية ايضا راح تاخذ جرافيكس قوي جدا تاخذ معدل فريمات مستقر ايضا وامامكم اعدادات لعبة بوب جي موبايل كاملة بحيث تقدر تلعبها على اعدادات الالترا اش دي بدقة رهيبة جدا وتفاصيل خرافية وبي معدل فريمات بحدود الاربعين فريم بس لحد الان ما اعرف ليش مطورين بوب جي ما معدلين الابعاد الخاصة باللعبة ومضبطيها مع الفريم لانه لحد الان نشوف اللعبة ما مستغلة الشاشة بالكامل واكوبار اسود من اليمين واليسار طبعا اكيد لازم نحكي عن البطارية ومستوى البطارية مع الايباد ميني سيكس بحيث عندنا هنا بطارية بحجم غير معلن عنه ونعرف انه هذه حركات ابل بس ابل اعلنت انه البطارية راح تنطيك عشر ساعات استخدام يومي واقدر اقول لك مباشرة بعد ثلاث اشهر من الاستخدام انه هذا الكلام مو دقيق ومو صحيح فالبطارية بالاستخدام القوي انطتني تقريبا ست ساعات سكرينون تايم وبالاستخدام المتوسط ممكن انه توصلوا ياك الى سبع ساعات بس اذا تثقل عليها ما راح تكفيك بيوم كامل كاستخدام جهاز اساسي الشاحن اللي يجي بالعلبة راح يكون خمسة وعشرين واط مع منفذ اليو اس بي سي من الاسفل الحمد لله انه ابل ما استخدموا منفذ اللايتنينج مع الايباد ميني فهي بطارية مثل ما قلت لكم بين سطر وسطر مو من البطاريات اللي تتقارن مع الايباد ناين مثلا او الايباد برو فما اقدر اعتبرها النقطة قوة وبنفس الوقت هي مو سيئة جدا لدرجة انه بسببها تقرر ما تشتري هذا الجهاز اذا كان عاجبك لان واحدة من مشاكل السوفتور الغير متوقعة بهذا الجهاز وحبيت انه اذكرها انه من احول الجهاز الى اللغة العربية واقلب بالايباد واروح على مكتبة التطبيقات وارجع راح يصير اكو مثل الجليتش اللي ما افهم تفسيره حقيقة مثل ما تشوفون قدامكم هالشي مو حلو بالاستخدام اليومي راح يزعجك راح تضطر انه تحول على اللغة الانجليزية وهذه قد تكون مشكلة للناس اللي ما تحب انه تخليها جزيتها على اللغة الانجليزية لازم تنتظر ثانية اضافية حتى تقدر تقلب وتكمل وتروح من صفحة الى صفحة بعد ما تطلع من مكتب التطبيقات شي يعني مريت به خلال الثلاثة الشهر اللي راحت فحبيت انه يذكره بهذا الفيديو كاميرا الخلفية هنا راح تكون 16 ميجابيكسل يعني كاميرا جهاز لوحي لا تتوقع منها افضل امكانيات عادة الشركات وحتى المستخدم ما يهتم بشكل عملاق في تجربة الكاميرا ويدقق بيها مثل كاميرات التلفونات الكاميرا راح تكون للتوثيق لا اكثر والحق ينقال ابل يمكن هي افضل من يقدم كاميرا على جهاز لوحي سواء من ناحية فيديو او صور او طريقة معالجة بشكل عام بالنسبة لي تجربة الصوت فهنا راح يكون عندك اربع سماعات صوت هزين عالي بس مو مستوى سماعات ايباد برو وراح تسدها بايدك اذا تلعب بس مع ذلك تبقى اكيد افضل من سماعات الايباد ناين واعلى منها فابل وي الايباد مني 6 من كل ميزة قاصة شوية فبدل ما تنطيك المية بالمية اللي موجودة بالايبادات برو هنا منطيك تقريبا 75% فشاشة اقل سماعات رباعية بس اقل من البرو ايضا هنا فيس اي دي ما موجود وموجودة البصمة اللي كلمت عنها بداية الفيديو 60 هرتز بدل 120 هرتز بايبادات برو 75% اللي مااخذها راح تكون بالتصميم فشاشة الايباد ميني تصميمها من الامام مثل تصميمات الايبادات برو المعالش طبعا هنا اهم شيء ومع القلم الجيل الثاني اللي راح يكون بسعر فوق الميت دولار اللي يربط عبر الماغناتك كوننكتر بجانب الايباد وبما انه جبنا طار القلم فاقدر اقولك انه الايباد ميني هو مو مثالي للاشخاص اللي يستخدمون القلم لاشياء مثل التصميم والرسم والامور الفنية والابداعية احيانا هواي تحتاج انه تخلي ايدك وتسندها على الشاشة اثناء ما تكتب بالقلم فهالشي مو مريح بسبب حجم الشاشة الصغيرة وبنفس الوقت فاذا انت رسام الافضل انه تاخذ ايباد بشاشة اكبر قد يكون واحد من ايبادات البرو الشاشة تكون بمية وعشرين هرتز لانه الستين هرتز حقيقة مو مثالية وانت ترسم او تلون اشياء دقيقة وتفاصيل قوية فراح تحس بشوية ليتنسي خصوصا اذا تشنت جاي من ايباد برو لايباد ميني اذا تستخدم القلم للملاحظات فقط والكتابة فنعم راح تكون تجربة حلوة خصوصا مع اضافات ابل مع الايباد او اس الاخيرة فكتابة الملاحظات هنا ممتازة فبس هذا كل شي خص الايباد ميني 6 بعد ثلاثة شهور من الاستخدام جهاز مو لكل الناس جهاز ممكن ننظر له من اكثر من زاوية فهو مثالي لهواي اشخاص اللي يحتاجوا باستخدامات معينة وهو اطلاقا غير مثالي ويمكن يكون مكروه من قبل في اثانية من المستخدمين فبالنهاية اذا اعجبكم الفيديو تنسون تتابعونا على فيسبوك انستجرام كل رابط راح تكون موجودة اسفل الفيديو اكيد اشترك على يوتيوب فعل الجرس حتى توصل الفيديوهات اول باول تحياتي اخوكم حمد الحداد فيما لا